أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت أن إسرائيل والولايات المتحدة تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة إيران التي تهدد بالرد على ضربة استهدفت مؤخرا قنصليتها في العاصمة السورية دمشق أشدد جالانت في بيان عقب لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا على أن إيران تظن أنه بإمكانها المباعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة لكن العكس هو الصحيح أكد الوزير الإسرائيلي على جهوزية الدفاع عن النفس برا وجوا بتعاون وثيق مع الشركاء سبق أن شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه الرازخ لإسرائيل في مواجهة إيران التي تعهدت بمعاقبة إسرائيل بعد ضربة استهدفت قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل الجالي